المراقبة حين العمل واحد الآن يريد يتكلم بكلمة يفكر هاي الكلمة مرضية لله لو مو مرضية عندما قاعد في الديوانية يريد يتكلم كلمة يفكر قبل الكلمة لسان العاقل وراء قلبه يعني شنو يعني أول يفكر ثم يتكلم الإنسان قبل كل خطوة يفكر أن هذه الخطوة مرضية لله لو مو مرضية لله هذه الكلمة هذه الخطوة هذا الموقع هذا العمى الله يحبه أو لا يحبه هل تؤدي هذه الخطوة إلى الجنة أو تؤدي إلى النار جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له أوصني وصية فقال له النبي صلى الله عليه وآله وَهَلْ أَنْتَ مُسْتَوْصِنِ إِذَا أَنَا أَنَا أَوْصَيْتُكُ يعني تعمل بالوصية لا لا هالشكر قال نعم فكرر عليه النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر ثلاث مرات هل أنت مستوصن إذا أنا أوصيتك قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وآله إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته واحد يفكر هم على ما يقول بعض العلماء شايفين الطائر عندما يريد يطير يعني اللحظة قبل الطيران كأنه ما خذ نفسه يريد يقتحم في العمل الطائر قبل لحظة الطيران يجمع نفسه يريد يطير هذا يقال له هم إذا أنت هممت بأمر يعني ردت توقع في العمل ردت تقتحم العمل يعني الكلمة اجت من قلبك إلى لسانك ردت تتكلم فتدبر عاقبته شنو نتيجة هذا العمل الآن الشهوة مشتعلة الشهوة مشتعلة ولكن شنو هي العاقب فإن يكو رشداً أو راشداً فأمضه وإن يكو غياً فانتهعاً وإلا واحد على أثر أحياناً لحظة من الشهوة اللي ما يفكر فيها أو ساعة من الشهوة اللي ما يفكر فيها يبتلي طول عمره يفقد منصبه يفقد مقامه يفقد عائلته يفقد دينه يفقد دنيا يفقد سمعة يفقد كل شيء ليش؟ لساعة من الشهوة وتذهب الشهوة وتبقى اتبعاً اتبعاً الدنياوية والأخروية ترجمة نانسي قنقر